هذا تصريح مساعد مدرب التراجي بعد الفوز على النادي البنزرتي واشنو قال الذوادي لصحف الوطنية الاولى صرح مدافع التراجي الاحمر الاصفر الاصبخ والمسؤول الحالي رفق التاريخ ثابت شمس الدين الذوادي بعد الفوز مباشرة بثنائية ضد البنزرتي على ملعب 15 اكتوبر ببنزرتي المباراة المواجلة قال انه اول حاجة واهمها اللي شبنا 3 نقاط وحمدوله بحكم ماراتون المتشوات اللي شي سيروا في فترة هذه خيرنا بشن رد حملعبية خاطر الفترة صعبة ويوصل في تصريحات الصحف الوطنية الاولى مباشرة بعد اللقاء ويقول حطينا كرة ركز اللوتة واخلاقنا فرص تغيير النسق الريتم اللي قاعدين نختم عليه في التدريبات موجود وحمدوله نتحصنه من ماتش الماتش مع غياب غشة وتغييرات اللي حصلت في التشكيل قال شمس الدين الثوادي والهناء بالاحديث على الهجوم تحديدا قال صحيح غشة حسننا بذلك حس شوية بوجايع في التدريبات خيرنا بشن ردحوه ومن خطروش به حتى الولاد اللي لعبوا ما قصروش لجروب الكل عملا ما تشباهي عن مستوى الدفاعي واليوم جربنا اللعب ابزوز مهاجمين وهذا اللي القى نجع فكر المدرب وفكر المدرب اصلا قاعد يترجم في وسط اللعب وحاجة به ينشوفهم لعبية تطبق تعليماته على ارض الميدان ختاما اكد على جايزية المجموعة رغم ماراتون المقابلات القادمة وزحمة البرمجة الكبيرة محليا وقرية ختاما ذكروا بترتيب المجموعة الثانية بعد ما تشيليوما الترجي ب16 نقطة الاتحاد المنستيري 16 نقطة الوصيف والنادي صفاق 13 نقطة والنجم المتلوي 9 نقاط من بعد النادي البنزرتي والتحاد تطوين 6 نقاط مستقبل مرسى في اذل الترتيب للمجموعة الثانية بنقطة ختاما الترجي وجمهور الترجي مطالب بالتشجيع والتحفيز والمجموعة قادرة على التحسين ان شاء الله بالموتيفاسيون سرتوما ننساوش الريتم العالي والارهاق البدني والصفر والسرعة في اداء السوبرليغ الافريقي هذا اللي نخاف انه يرجع بالعكس خاصة على مستوى الارهاق البدني او الاصابات العضالية لا قدر الله فقولا لهذا نتفى دولة مرادية بالمداورة وبالتغييرات كما صار اليوم تغييرات بعض العناصر اللي تبدأ تعبى واللي يبدأ عندها شك في انها ما تكونش حاضرة 100% كما غشة من نجموش انخاطروا به كما قال شمس الدين ذوادي ويلعب وهو مش حاضر بدنيا 100% ولا قدر الله يتعرض لصبا لا لشيء بش انه يلعب وكهو هذه حاجة باهية ونقطة تضاف للترجي انه معادش فما اسماء تلعب واسماء تبقى في الاحتياط بطريقة اوتوماتيكية لا اللي قاعد يحذر واللي قاعد يلعب واللي يجاهز بدنيا واللي يجاهز نفسيا واللي يجاهز تكتيكيا هو اللي يكون في التشكيلة طرق ثابت قاعد يبدل في العقلية التدريبية والفنية وقاعد يقدم بزوز مهاجمين وقاعد يخلق في عقلية التنوع في اللعب والاضهرة قاعد تحاول انها تتحسن ميزال فما برشة خدمة على المستوى هذية وان شاء الله في الميركاتو الشتوي الفين واربع وعشرين نراو التراجي ضيف اسم ولا اثنين علاش لا بشي حسن لامور هذية في الوسط مفتاح اللعب غيث الوهابي خل بلاستو كيف كيف ورجوع الدربالي ممتاز بفرصة للعب هذي انه يرجع المستوى مشوف ناشي كمقبل مع الولمبي الباجي قادر بشي حطي البلوس اكثر كيف كيف على المستوى الدفاعي في الليامات الجاية في البطولة ممكن يسر ان رتحه مرياح ممكن تجاي ممكن على المستوى الجهة اليسار ولا الجهة اليمين تبقى نبقى وما ننساوش ديما نقوله كلين شيت لامن الله بمميش وبرافو عليه وان شاء الله يكمل هيكا كل ما يشارك في ماتش كل ما يكسب خبرة اكثر